موسيقى يسهل صباحكم مشاهدينا وفي فقرتنا الثانية وهي فقرتنا الطبية يعاني بعض الأشخاص من ظهور آلام طواحين العقل ما يسبب للشخص عدة مشاكل نخصص فقرتنا الثانية للحديث أو للتعرف على كيفية تخفيف آلام طواحين العقل ومتى يجب اللجوء إلى خلعها معنا ضيفنا الدكتور أحمد نزال أخي الصائي طب وجراحات الأسنان يسعد صباحكم جميعا كيف أصبحت؟ الحمد لله تمام طواحين العقل مغلبين للكل هذا الموضوع لازم ننطرح نعم سنبدأ بالعمر متى بظهر أو بظهر طواحين العقل على أي عمر تمام طواحين العقل هي مشكلة كتير كبيرة في طب الأسنان يعني أكتر مشاكلنا في طب الأسنان هلأ طواحين العقل وأولامهم ومسببات للمشاكل تبعتها طواحين العائلة تطلع بالرائج بين 17 و25 سنة هذا العمر اللي هي متعودة يعني طواحين العقل إنها يصير عندها البزوخ وتحاول تطلع نعم وتعمل مشاكلها ولكن أحيانا بعد الخمسة وعشرين في ناس بعض الحالات النادرة تظهر عندهم بعد الخمسة وعشرين سنة نعم لكن يعني خلينا نعرف ليش طواحين العقل تسبب مشاكل للشخص أول إشي لازم نعرف ليش اسمهم طواحين العقل العقل أكيد طواحين العقل هم الناس بربطوها إنه بالعقل البشري بس هو الموضوع مش هيك الموضوع إنه لأنه لأنه هي الطحونة الوحيدة اللي بتطلع في عمر بيكون الإنسان فيها ناضج نعم اللي هو بين السبعتاش والخمسة وعشرين وهون بيكون الإنسان واعي شو عم بيصير معه بالعادة يطمع طلعوا لسنان اللبنيات أو سنان الدائمات اللي بتبدل بيكون شخص طفل بيكون يش متذكر كتير هذا الموضوع بس طواحين العقل بيكون واعي عليهم فعشان هيك تسموا طواحين العقل طواحين العقل نعم لكن ليه هلقد بغلب الناس يعني بغلب الناس لأنه بسبب التطور اللي صار في البشرية كانوا فيه إلهم وسع كان الإنسان قبل يأكل أشياء يابسة أكتر وكان الفك أكبر فكان إلهم وجود عادي وطبيعي كان إلهم داعي كمانا كان إلهم داعي وكانوا يستخدموا وظفيا في الأكل وفي الطحن ولكن بسبب التطور في طبيعة البشر وطبيعة الأكل تبعتها هذا أدى أنه يصير إلهم ضمور ضمور يعني الفك زغر بطل في إلهم وسع بطل البني آدم يحتاجهم لأنه صار أكله أكتر صوفت أكتر طري نعم طبيعة الأكل حتى اللي نأكله دائما مطبوخ دائما طري نعم فهذا أدى أنه طواحين العقل بطلنا نستخدمهم وظفيا فالتلقاء صار إلهم ضمور ضمور يعني معناه أنه صار جوزء منهم يكون محشور جوه العظم الفك لا يوجد وسع لهم أنهم يطلعوا بأرياحية زي باقي الأسنان وهذا صار يعمل مشاكل طبعا هذا ننتيجة التكيف يعني نحن نعرف طبعا كيف جسم الإنسان تكيف حسب الظروف اللي هو فيها وحسب الظروف اللي نحن هلأ فيها أرسامنا عم تتكيف خاصة الفك يعني عم نحكي عن الفك والأسنان عم تتكيف إنها هي ما بحاجة لأسنان العقل لكن معظم الناس بتظهر عندهم أسنان أو توحين العقل صحيح معظم الناس بلجاء لخلعها لأسباب معينة شو الأسباب اللي بتأدي لخلع التحونة العقل؟ توحين العقل بنقسمهم إحنا دايما لأسمين إذا كانت طلعة كتير كويس ومنيحة وما في أي مشكلة ومش مائلة أو مطمورة جو العظم هون نتعامل إحنا معها تلقائي على إنها درس عادي زي وزي باقي التوحين الموجودين في التوم ونحفرها ونحشيها إذا سوست أو صار فيها أي مشاكل ولكن إمتا إحنا نضطر إنه نخلعها؟ نخلعها إذا كانت مائلة أو مطمورة جو العظم إذا كانت مائلة أو مطمورة جو العظم مرات بتصير تحاول تطلع وهذا بيعمل إنها بتخليها تضغط على باقي أسنان الفك بتأثر على الحقيقة بتأثر على شكلهم وترتيبهم وتلقائي بتعمل وجع شديد وأحيانا بتعمل التهابات إنه بيصير في حواليها كيس من البكتيريا والالتهابات نعم نتيجة إنها هي لا هي خارجة كليا ولا هي مطمورة بتصير زي تعتبر جسم غريب إنه هو لا قبل يطلع من الفك ولا قبل إنه يضله جوه ويتعامل جسم البني آدم معه بشكل تلقائي وطبيعي فهذا بسبب مشاكل وآلام للأسنان هون إحنا بنحتاج إنه نتدخل جراحيا ونشيلهم جراحة عشان نخفف الآلام والضغط اللي بصير في الفك نعم طبعا بتتم هذه عملية جراحية بتم تخدير المريض طبعا تخدير موضعي العملية بسيطة وسهلة ولكن لكن الشكاوي منها دائما يعني هو دلع من الناس ولا هي بالفعل يعني شكاويها صعب لا فيها ما بعد الجراء الجراحي المريض بتعرض لبعض الآلام والنفخان هو أكتر يعني يطمنشيل الطحونة من المريض ما بحس لأنه هو مخدر ولكن بمجرد راح البنج ومرأ وقت على العملية ببلش المنطقة إنها تنفخ وخد رد فعل طبيعي للجسم عشان يدافع عن حاله فبصير فيه نفخان حوالين منطقة الجراحة خاصة منطقة حساسة مثل هالي منطقة الفن طبعا هاي منطقة حيوية ومهمة وفيها أعصاب وفيها منطقة دغذية دم عالية فتلقائي إنه بده يصير رد فعل من الجسم كخد دفاع أول فيه إنه بنفخ وعشان هي ورا 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 وين زاوية التم هون تلقائي بصير الواحد ما يقدر يفتح تمه على الآخر نعم بصير في صعوبة في الكلام حتى بالضبط هذا الحكي يعني ما بتعدى أكتر من يومين ثلاثة وبعدين بترجع الأمور يعني هون مش دلع يعني أصحاب التواحين العقل لأنه يعني الواحد منفخ وبيصير صعب إنه يتعامل مع الناس أو يروح على شغله يعني نعم معظم الناس بيأخذوا إجازات في هذه الحالات يعني بتبروها عملية عملية لكن لو نحكي على الأفراد اللي بتظهر عندهم تواحين العقل بشكل طبيعي مثل ما ذكرت إذا كانت يعني قاعدتها دغرية ما كانت الطحونة مايلو وقدر إنها تبرز في حالات إنه بطلعوا جميع التواحين العقل أه يعني طبعا بدنا نعرف إنه الطواحين العائل هم رقم 8 بيكون بكل فك في 8 أسنان وطواحين في كل ربع متوازعين فلازم يكون في أربعة متوازعين على الأرباع الموجودة في التوم يعني تنتين فوق تنتين تحت تنتين على اليمين تنتين عشمال ولكن هاي مش قاعدة بشكل عام بسبب الضمور وعدم استخدامها وظيفيا والتغير البيئي اللي حكيناه قبل شوي ففي ناس بتطلع عندهم في ناس ما بتطلع في ناس بتطلع اليمين في ناس ما بتطلع لشمال مش شرط إنه ميطلعوا جميع طواحين العقل في مرات بيطلعوا لفوق وفي مرات بيكونوا موجودين يعني هلأ عم بأشوف صور أشياء على الأطفال في كتير أطفال عنا مش موجودين طواحين العقل باستغرب الناس إنه كيف نعرف إنه موجودين ولا لا هم بيكونوا فعليا موجودين هم موجودين ويبين من صور الأشعة ومن الطفولة موجودين من الطفولة ولكن بس يجي وقتهم اللي هو بين 17 و 25 ببلش يتحرر ببلش يتحرر نعم فعم بشوف صور أشعة عند الأطفال مش موجودين نهاني فطلقا بطلقا أطباء الأسنان الجدود حتى بطلنا نعد 32 سنة وطحونة في التوم صلنا نعد 28 من الأربع الطواحين العقل من الحسبة تبعتنا لأنه فعليا هم مش موجودين عند الكل يعني هي مش قائمة أو مش قاعدة أنهم موجودين عند جميع الأفراد يعني الواحد ما يخاف إنه إذا هم ما تلعوا بالعكس هذا لا صالحه يعني أحيانا نعم طبعا لو نتحدث عن العناية فيها في طواحين العقل هل تحتاج لعناية مميزة؟ كثير من الناس بفكروا إنه خلص تحونة العقل لازم الواحد يهتم فيها أكثر من الطواحين الأخرى وكل هذه الأمور هل هي بالفعل بحاجة لعناية مميزة؟ طبعا هي مشكلتها زي ما حكينا إنه هي بتطلع آخر الفك سواء آخر الفك العلوي أو السفلي فالتلقائي أكبر مشاكلها إنه الإنسان ما بقدر يفرشيها صح كتير صعب إنه يوصل بالفرشاي لعندها بده يدخل الفرشاي كتير لورا نعم خاصة أنها عند الحاجز على الفك بالضبط وكمان فيه عندنا مشكلة إنه مرات الواحد بيجي بده يستخدم الفرشاي بصير بده يستفرق بسبب إنه رجع الفرشاي كتير للآخر نعم فهي هاي أكبر مشاكلنا والتحدي إنه لازم الواحد إنه يوصل بالفرشاي لعندها ويفرشيها أد ما بقدر هي قابلية تسويسها يعني ممكن تكون أكثر ولأنه هي مغطية من ناحية الخد فسهل إنه يجمع أكل بينها وبين الخد وهذا الأكل اللي بتجمع ما بإيمو الواحد تلقائب عمل التسويس والمشاكل فليعتنها يعني أهم شيء إنه يستخدم الفرشاي ويوصلها لعند تواحين العقل ثاني شيء يقدر يستخدم خيط بينها وبين اللي قدامها لأنه هون منطقة حيوية برضو إنه يتجمع أكل بين طحون العقل والطحون اللي قدامها ويستخدم المضمضة والغسيلة الفموي عشان عشان توصل لهذه المناطق نعم كمان لو تحدثنا على الطواحين نفسهم بداية بروزهم دعنا نحكي هل هي بتسبب أوجاع وآلام؟ بعض الناس بترفع عندهم درجات الحرارة بس تبدأ تبرز هاي الأسنان شو الأسباب؟ العوارض اللي بحسها الواحد يونت ما تطلع طحون تلعقل نفس العوارض اللي بحسها الطفل يونت ما يكون يطلعوا له أسنان الجديدة أو أسنان اللبنية أو في مرحلة التبدل نعم ونحن بنكون ناسين هذه الأعراض بس ناسين هاي بس إحنا بنشوفها في أطفالنا أو أقربنا الأطفال الصغر العوارض الرئيسية إنه الواحد بحس في ضغط في هذه المنطقة في وجع ناحية العين والدان وآخر الفك شو السبب إنه بيأثر على الدان والعين هي أعصاب كلها تكون مربوطة مع بعض أعصاب رئيسي بيطلع من الدماغ وبغز العين والدان والأسنان فتلقاء إذا فيه وجع في طحونة العقل مرات بحسه في الدان والأذن والعين ويحس بضغط ويحس بوجع في هذه المنطقة أحياناً مرات بترتفع درجة الحرارة ولكن هذا مش كتير رائج ترتفع درجة الحرارة بتصير أكتر عند الأطفال سببها هي زي برضو إذا كان فيه التهاب أيضاً طبعاً إذا فيه التهابات بتزيد درجة الحرارة شوي لألية الدفاع بتكون في الجسم نعم طبعاً لو نحكي على تخفيف الألم بعد الخلع طحونة العقل هل بتم دهن مراهم؟ يعني بعض الناس بدهن مراهم وهي تبرز أيضاً طحونة العقل برضو بعد الخلع كيف يتم العلاج؟ أهم شيء إنه يراجع المريض الطبيب عشان يشوف كيف ألية الطحونة بدها تطلع إذا هي مايلة أو مش مايلة أو في إلها وسع أو فيش إلها وسع هلأ بمجرد بلش يحس في ألام وراح عند الطبيب هون بيقدر الدكتوري قوله إنه الطحونة ممكن تتلع كويسة ومش محتاج أي قلع جراحي أو إنه إحنا محتاجين قلع جراحي هلأ هون بيعتمد على هذا الأساس ألية العلاج اللي بدنا ناخدها إذا الطحونة راح تطلع كويس ومش راح تعمل أي مشاكل بس اللهم إنه في شوية وجع عوارض إنها بدها تطلع نعم وفي بعض الدكتوري بلجأوا لشق الليثة شق الليثة منساعدها إنها تطلع هون إحنا بنستكفي في مجرد مسكنات عاديا إنها تخفف الألام تطلوع الدرس ولكن إذا عم بحاولة يطلع الدرس ولكن هو مطمور وفيش وسع إلو وعم بيضغط على باقي الأسنان وبدنا ندخل جراحة هون إحنا بنضطر عند الإجراء العملية نعطي المريض مضاد حيوي عشان نحمل منطقة من الإجراء الجراحي والالتهابات وبنفس الوقت بنعطي مسكنات وأحيانا إذا كانت العملية شوية كبيرة نعطي إبر إنها تساعد إنها تخفف الألم في لحظة أول ما نخلص الإجراء الجراحي طبعا نحن نتمنى السلامة دائما للجميع ونتمنى اللي عم تطلع له طواحين عاقل أكيد يروحوا ويرجع الأطباء لا يعرف إذا التواحين مستهل أنها تطلع أو يتم قلعها بطرق الجراحية المناسبة شكرا لإلك دكتور وأتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا من النصار يسعد صباحكم مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام فقرتنا الطبية رح ننتقل لفقرة الأبراج